وصلت وزارة الصناعة وتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية يأتي ذلك للاطلاع على جهازية المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالأليات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة وتم خلال الحملات تفتيش 146 محلا ومنشآت تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين كما تم رصد 118 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 ألاف دينار بحريني وذلك وفقا لقانون القيمة المضافة إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقا لقانون القيمة المضافة والتي استوجبت غلق محلين اثنين تحفظيا وبدان عليه فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حال المنشآت المخالفة وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرام التهرب من القيمة المضافة إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوة الجنائية في مواجهته ترجمة نانسي قنقر